لكن الإطار اللي ممكن نتكلم عليه هي التفاصيل الإدارية الفريق هيسافر يوم الأربع عقب المران الصباحي وكان من المفترض أن فريق النادي الأهل هيسافر الجزائر ويطلع من الجزائر على غانة ولكن في الساعات الأخيرة تم تغيير هذا الترتيب وبالتالي الفريق بعد ما يلعب مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة هيرجع على القاهرة فجر يوم السبت المباراة التالية في الجولة الخامسة مع ميديامة الغاني في مدينة كوماسي هتكون الجمعة اللي بعدها وبالتالي الأهلي هيقعد في القاهرة أربع أيام هيرجع فجر السبت هياخد راحة سلبية هيتمرن الحد والاتنين والثلاث وهيسافر على طول على مدينة كوماسي بطائرة خاصة إن شاء الله عشان يستعد لمباراة الجولة الخامسة نتمنى يا رب بإذن الله الأهل الأول حق نتيجة إيجابية في مباراة شباب بلوزداد وبالتالي ترتبات الصفر اتغيرت الفريق هيسافر الجزائر ويرجع وبعد كده يتمرن في القاهرة ومن القاهرة هيسافر بعد كده على مدينة كوماسي مباراة طلاقة الجيش اللي كانت ما بين مباراة بلوزداد وميدياما الغاني اتأجلت وده طبقا للليحة يعني بالمناسبة احنا قلنا الكلام ده الإسبوع اللي فات قلنا ترتبات الصفر ومباراة إفريقيا وإحنا هنا الحمد لله من أول يوم أثناء إقامة كأس الأمم قلنا يا جماعة الأهل هيلعب الثلاث مباراة الإفريقية بالوضع الآتي هيلعب يوم 16 فبراير مع شباب بلوزداد هيلعب 23 فبراير مع ميدياما الغاني يوم الجمعة في الجزار ويوم الجمعة في غانا محدش بس يعمل من أنه فيه مفاجأة أو هو اتفاجئ أن المطش مجمعة في غانا الكلام ده احنا بنقوله ملالنا إسبوعين الناس بس مش مركزة أو مش متابعة أو متبصش في الإيميالات في اتحاد الكورة عشان القرار يطلع متأخر بالشكل ده تأجيل مطش الجيش يعني أنا مش عارف ليه بصراحة مطش يانجي أفريكانز التنزاني يوم السبت 2 مارس أهو بنقول من بدرة هو مطش يانجي أفريكانز التنزاني يوم السبت 2 مارس دي في الجولة السادسة وبالتالي لسه هنشوف موقف مباراة بيرامدز اللي بنسبة كبيرة لو اتغيرت والأهل مش عالق مع بيرامدز ده بسبب أن بيرامدز ترتيبه في التوقيت ده مع المباراة الإفريقية هيكبر اتحاد الكورة أو الربطة على تأجيل مباراته هو مع الأهل مش العكس لازم الناس تاخد بالها من الجزائية دي مطش الجيش تأجل طبقا للليحة مطش بيرامدز والأهل لو تأجل اللي هو محدد في الجدول أحد أيام 27 أو 28 لو تأجل هيتأجل بناء على موقف بيرامدز مش موقف الأهل ليه؟ لأن بيرامدز عنده مباراة يوم 24 فبراير في مازنبي في المومباتشي في الكونغو الدموقراطية هيرجع عنده مباراة يوم 1 مارس مع نوازيبو الموريتاني وبالتالي الفاصل الزمني ما بين 24 و 1 مارس وشهر فبراير 28 يوم بنتكلم في 6 أيام فبالتالي المعلومة اللي وصلتلي أنه بالنسبة كبيرة اتحاد الكرة أو الربطة هيأجل مباراة بيرامدز والأهل والأهل هيلعب في هذا التوقيت مع بلدية المحلة يبقى بالتالي أول مباراة رسمية للأهل في التوقيت ده هتبقى بلدية المحلة وعلى هذا الأساس ده الشكل العام لجدول الدوري الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر